بحثت وزارات التعاون الدولي والبيئة آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ بشأن المشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية في مؤتمر المناخ كوب 27 التي تم إطلاقها يوليو الماضي كما تمت مناقشة تطورات إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي يعد مبادرة وطنية من أجل تحفيز التمويل المبتكر وتعزيز جهود تمويل المناخ محليا وإقليميا ودوليا ودفع المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ